محافظة ديالة أو مدينة البرتقال كما يسميها العراقيون نظر لتميزها بالأشجار المثمرة خاصة الحمضيات إذ كانت الأشجار بمساحتها الخضراء تلقي بظلالها حتى داخل المدن وتغطي محاصيلها جميع محافظات العراق مدينة البرتقال فقدت ما كانت تتميز به وباتت تستورد جميع أنواع المحاصيل الزراعية عقب حرق بساتينها خلال الأعوام الأربعة الماضية واستبدلت رائحة القداح الزكية لموسم البرتقال برائحة الدخان الذي يتصاعد من بساتينها رئيس مجلس محافظة ديالة علي الديني أقر أن عام 2017 شهد أعلى معدلات حرائق البساتين في تاريخ المحافظة الأمر الذي تسبب في هلاك مساحات زراعية كبيرة يعود تاريخ بعضها إلى عقود من الزمن بدوره أكد رئيس المجلس المحلي لقضاء المقددية عدنان حسين التميمي أن العمليات العسكرية التي شهدتها مدن وقرى ديالة أتت على أكثر من 25 ألف دون من من البساتين المثمرة التي تتصدر بإنتاج الرمان والعنب والحمضيات في عموم البلاد أصحاب البساتين عبروا عن أسفهم جراء تحول مزارعهم التي يعود عمرها لأكثر من مائة عام إلى صحراء قاحلة بعد أن كانت الواحدة منها تنتج سنوياً أكثر من 30 طناً من المحاصيل المختلفة خبراء ومختصون أكدوا أيضاً أن جفاف البساتين كان له دور في تدهور الواقع الزراعي في المحافظة هلاكوا بساتين ديالة حرقاً وعطشاً لم يكن السبب الوحيد في تراجع إنتاج المحاصيل الزراعية هناك حيث أدت قلة الدعم الحكومي للفلاحين وارتفاع نسبة الفقر لتحويل بعض الأراضي الزراعية إلى قطع سكنية لبيعها الأمر الذي أفقد مدن ديالة جمليتها ورونقها الأخضر